ينضم إلينا هنا في الأستوديو الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عادل الربيع أستاذ عادل مرحبا بك أهلا وسهلا بك نعم يعني برأيك هل كانت قوة أزمة 2011 مدركة لما هي عليه الفوضى التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن قوة الربيع العربي الأسود لم تدرك إذا سألنا عن إدراكها في الواقع كانت تدرك بأن هناك قوة غربية تحرك هذا المشروع وكانت لا تحمل المسؤولية الكافية لمقبة التصرفات التي كانت فيها في خلال هذا المشروع لأن هذا المشروع يعبر عن أهم المسببات الحقيقية أو المصائب التي أوصلتنا في نهاية المطاف إلى انهيار الدولة اليمنية وإنهيار الجيش اليمني إلى فتح الباب العاصمة اليمنية على مصرعها لمليشيات الحوثية الإيرانية وبالتالي عندما نتحدث هل كانت مدركة أو ليست مدركة فهذا نقطة تؤكد بأنه كانوا متورطين في مشروع لا يحمل أي حرص على الدولة اليمنية لا يحمل المطالب وتطلعات الشعب اليمني لا يحمل أي فكرة وطنية في هذا المشروع وبالتالي هؤلاء الأشخاص الذين حملوا هذا المشروع هم المسؤولين عن ما وصلت إلى الأمور وهم من سلموا اليمن لطبق في نهاية الأمر للنفوذ أو المشروع الإيراني الإمبريالي في المنطقة نعم زعيم الشهيدة علي عبدالله صالح رحمه الله كان يحاول قدر الإمكان أن يحاول سياسيا يضع الحوار مبدأا لمحاولة الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة محاولة أن تسير الميليشيا في إطار سياسي للحفاظ على الدولة لكن مع الأسف الميليشيا وقوى أزمة 2011 لم تدرك المخاطر ورأينا حال البلد إلى أين وصل كانوا معصوبي الأعين بحب السلطة يعني عندما نتحدث عن انتفاضة الثاني من ديسمبر عن الربيع الأسود عن المشروع الإيراني أو ما حدث في صنعان من اكتياح المشلية الحوثئية إلى صنعان ندرك بأنه كان هناك مشروع ضد اليمن وكان هناك مشروع مع اليمن في قيادة الرئيس علي عبدالله صالح رحمه الله في ظل حرصه يعني رجل حكم اليمن ثلاث عقود وظل لاعب أساسي في المعادلة السياسية الأربع عقود من الزمان كان حرصه الأول أو أهم الأول هو الحفاظ على المشروع الدولة اليمنية الحفاظ على مكتسبات الحضارية للشعب اليمني في ثورة 26 ستمبر و14 أكتوبر فكانت الموضوع الحفاظ على ما تم بنائه على الحفاظ على كل الرصيد الحضاري الذي أتى بأسس الدولة أسس النظام الجمهوري أسس النظام في الوحدة اليمنية المنظمة الديمقراطية الحياة المدنية النموذج العصير اليمن عاش في غيبوبة حضارية على امتداد 2000 عام منذ نهاية الدولة الحميارية حتى وصول 26 ستمبر لاحظ واليمن لا يمتلك مكون حضاري حامل لمشروع حضاري باسم اليمن حتى جاءت 26 ستمبر حكبة علي عبدالله صالح مثلت مثلت اللحظة الجوهرية والذهبية التي ترجمت فيها أهداف ستمبر مشروع الحضاري اليمني في مشروع دولة علي عبدالله صالح كان يدرك في العمق هذا الأمر وكان يدرك أيضا الأبعاد الحقيقية لمخطط الربيع العربي الخارجي لم يتعامل علي عبدالله صالح في أزمة الربيع العربي كما يرى البعض بأنه كان يتعامل مع خصوم السياسين المحلين كان يتعامل مع المحركات والمتحكم الأساسي في هذه الأزمة وهو الطرف الخارجي وكان يعتبر بأن الحوار من الداخل هو الأساس سواء بالحوار مع مرحلة المبادرة الخليجية أو محاولة احتواء الميليشية الحوثية بعد انفراط العقد على الشرعية وخروجها أو هروبها خالي خارجي يعني ما أهمية الحوار في هذه اللحظات الحساسة التي يمر بها الوطن الحوار كان مبدأ علي عبدالله صالح الوحيد لأن الربيع العربي كان عبارة عن أدوان خارجي يستخدم آليات الحرب الجيل الرابع والجيل الخامس وكان أيضا فتنة داخلية وبالتالي إذا ما استخدمت السلاحة واستخدمت العنفة واستخدمت كأذية سياسية كان يدرك علي عبدالله صالح ما قبت هذا الأمر على الدولة وبالتالي أستمر في الحوار وفي الاحتواء الحوار مع الأطراف الربيع العربي ما فيها الطرف الحوثي وأيضا مع احتواء الطرف الحوثي كأداة هو يدرك من السابق ولكن الحوار فرض عليه خطاب سياسي معين كأداة أساسية لمحاولة لملمة الموضوع ووصول مشروع الدولة اليمنية ومكتسبات الحضارية لليمن إلى مرفأ آمن لكن الحوثيين من طيرات الإقليمية أرادت أن توصل الأزمة إلى التخلص من صالح وبالتالي ساقوا الرئيس عبد صالح إلى مرحلة معينة أدرك فيها بأن الحوار والاحتواء لم يعد لديه مجال فابدلعت انتفاض ما الأسباب التي أدت إلى إعلان الشهيد الزائم علي عبدالله صالح؟ الانتفاضة في وجه الميليشي وهذا السياق الإجابة الأخيرة من نهاية على عبدالله صالح ظل الحوار وظل من نهاية الحوار والاحتواء هو الأساس الذي رأى فيه بأنه الكفيل بحماية هذه المكتسبات وبحماية المشروع ككل فخاض على عبدالله صالح هذا المبدأ حتى آخر نفس حتى جاء التحول التقليمية ودولية أرادت التخلص من الزائم علي عبدالله صالح ومن المؤتمر الشعبي العام لكون الدور الذي يلعبونه سواء علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أو بعد تسليم من السلطة ظل آزل لكل المشاريع الأساسية التي يفرضها المشروع الأمريكي المشروع الغربية المشروع التركي المشروع الإيراني في المنطقة فبالتالي كان هناك كرار معين للتخلص من هذا الجهة عندما أدرك علي عبدالله صالح بأنه ولا سيما بعد 24 أغسطس هناك مشروع للتخلص منه الانتفاضة ليست سبب استشهاد علي عبدالله صالح الانتفاضة سبب خروج الحوثيين عن أي عهد أو اتفاق سواء مع الإقليم أو مع الرئيس علي عبدالله صالح والتوجيههم من الخارج بالتخلص من صالح وبالتالي عبدالله صالح أدرك بلحظة معينة وأرسل قبل موعد الثاني من ديسمبر أسأل عديد من الرسائل في خطاباته العلنية للإقليم للخارج وكانوا يدركون تماما صحة رئيس الثاكبة سواء الحرب التهالف أو الغيرها بأنها لا تجدي معها طبيعة هذا الخطر الجديد لأنه ليست المليشية من نحارفها هناك كوى وهناك أدراء إيرانية وهناك أبعاد دولية وهناك تأييد وهناك مباركة غربية للمشروع الإيراني حتى في ظل استراتيجية تقسيمة وآدت رسم خريطة المنطقة ما أهمية الآن أن يتحرك جميع اليمنيين لتنفيذ الوصايا الله الوصايا رؤية وطنية خالصة لم يكن فيها أنا لعلي عبدالله صالح ولا أنا للحزب المتمرشة بالعام الوصايا عبارة عن رؤية استمدت كل رؤاها وكل تصوراتها من مبادئ الثورة إلى 26 ستمبر من 14 أكتوبر ضد الوصايا ضد الاستبداد ضد المشروع الإمامي أيضا موجدت رؤية داخلية لحلولة أزمة الشرعية أزمة المأزقة الأزمة منذ 2011 حتى تلك اللحظة أو ما هو صالح حتى هذه اللحظة أو جدت أيضا مبادرة سلام إقليمية مع المنطقة بعد وصولهم إلى كناعات مختلفة عن ما كانت في 2014 أو 2015 كل هذا يؤكد بأن الوصايا حملت رؤية وطنية صرفة خالصة ودعوة لانتباضة دعوة للجماهير كاملة ولم تكن عسكرية ولا حربية وكانت سلمية في الواقع وبالتالي لن نجد بديل للوصايا أو أي مشروع آخر حتى الخصوم العبدالله صالح أو الأطراف السياسي لا تستطيع أن تقدم شيء بديل الوصايا ميزتها بأنها قدمت رؤية مجردة من أي انتماء غير الانتماء الوطني من أي حزبية غير الانتماء السياسي للدولة نفسها مجردة من أي مطمع سياسي غير العودة وإصلاح الدولة اليمنية وإصلاح كافة آثار الأزمة منذ 2011 وليس مجرد منذ اكتياح الميليشيات الإيرانية للصنعات أستاذ عادل الربيعي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر